السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم من جديد متتبعي قناة الطبخ معي يوسف انتمنى كامل تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله اليوم جبت لكم مصفة خفيفة توجدوها في وقت وجيز والمكونات بسيطة وبطريقة سهلة نوجدو طبق الماكرونة بصلصة بيضاء ونزيدو لها وحدة عكام ممبير في الوسط باش نغمسوا بها والنتيجة كما راكم تشوفوا فيها ما شاء الله ولفقتها بتحلية حلوة الترك اللي هي خفيفة بقوام كريمي تابعوا معنا الفيديو حتى الاخير وما تنسوناش بالاعجاب والاشتراك في القناة والضغط على الجرس حتى يوصلكم كل جديد نبدأ وعلى بركة الله للتحلية نحتاجو لتر حليب نحط عليها ربع كاس تعناشا او ميزينة ونزيد عليها نصف كاس فارينة ونخلط كل شب الفوي ونحاول نذوب كامل الفارينة والميزينة في الحليب اللي يكون بارد بينشير وفي الاخير نكمن نحط كاس تع حلوة الترك اللي رابيتها كيما تقدروا تفتوها غير بيديكم بارسكورة هي رايحة تذوب في الاخير نخلط كل شب الفوي ونحطها على نارة متوسطى حتى وني ثقال وتبدأ تشكل فوقاعة ونفوان نحيها من فوق النار هاكذا كوهية سخونة نزيد عليها ثلاثين غرام من شوكولة البيضاء اللي تقدروا تستغنوا عليها ولا زيتوها راح أزيد لكم في البنة تع تحلية نكمن نحط خمسين غرام زبدة ولا مارغارين نخلط مليح تاوي نتذوب الشوكولة مع زبدة ونتحصلوا على هذا القوام ليس وكريمي من بعد نحطها دونزا ريسيبيون ونفلميها سور كونتاكت ونخليها تبرد في غرضها نجوز نوجد الطبق الرئيسي واللي هو لي بات سوس بلونش بالكمومبير عندي طنجرة نعمرها بالماء ونحط عليها زوج مغارف الزيت مع مغرفة ملح ونحطها تغليل فوق النار من جهة أخرى نحط في مقلة زوج مرصاوات زبدة نزيد عليهم زوج مغارف الزيت نكمن نقطع نصف حبة بصل نحاول نرققها باش طيب بالخف ونزيد نحط مع البصل ثلث سنات ثوم بيا ناشي هنا حبيت نزيد شوية خضرة عندي حبة فلفل اللي حلو نقيتها مليح ونقطعها مربعات صغيرة كما البصل ونكمن نسكرفج حبة زرودية بالجهة الخشينة لما حبيت نقطعها مكعبات صغيرة لأنها تأخذ اللي بزاف وقت في الطياب احنا تقدروا تزيدوا جلبانا ولا كورجات المهم كل واحد يزيد الخضراء اللي يفضلها وفي الاخير نزيد نصف كاس مايس اللي يمشي مع زرودية وبينشير مع اللي بات ويزيدوا لها في البناء والمقارون ديالي يجي كلي فيه السكر نكمن نحط شوية ملح وشوية فلفل اسود حساب الضوء ونحط المقلة فوق نارة متوسطة فهذا الوقت اللي ما يكون غلى نحطوا عليه المقارون أنا اليوم خيرت هذا النوع نخلط كل شو بينشير بعد ثمان دقائق اللي بات تاعي يكونوا وجدوا نطفي عليهم ونصفيهم مليح والخضراء راهي ذبالت سما راهي واجدة نجوزوا نوجدوا انبي شامال عندي 60 غرام من زبدة ندوبها شوية من بعد نزيد عليها 60 غرام من زبدة ونخلوها الطيب لمدة زوج دقائق وحتوي نشرب كامل زبدة من بعد نبدأ نزيد الحليب غير بشوية كما راكم تشوفو حتوي ان تحصلوا على هذا القوام يكون شوية جاري وما لازمش تكون لبي شمال عقدة بزاف نكمل نحط عليها مغير فان ملح ورشها في الفلك حل هذه هي القضرة بعد ما وجدت حبيت ثاني نوري لكم القوام تاع الابي شامال شوفوش حل خفيفة اهنا نروحوا اللي بات نحطهم دونزا ريسيبيون ونحط عليهم الابي شامال مع لي ليقيم اللي وجدتهم مقبل بعد نحاول نخلط هكذا غير بالعقل باش ما نكسرش المقارون تاعي هذا هو الكامونبير اللي راني رايح نستعملوه صدقوني له قوتاع ورائع والملح فيه معتادل جربوه وما راكم شرحين تندموا عليه نحط الكامونبير هكذا في الوسط شوال ميليوتيرا هو اللي يشبه له رسالة الله يبارك ونعمر كامل الاطراف بالليبات اللي وجدناهم في الحقيقة هذا من الاطباق المفضلة عندي حبيت نحط عليه شوية لطومات مقطعة مكعبات صغيرة باش نعطي له شوية لوجه ويجي له كلر شابين نقطعها مربعات صغيرة ونرشها هكذاك على السطح اهنا اللي ما يحبش القراتان تعويجينا شف يقدر يزيد على الليبات ثلاثة الى اربع مغارف حليب هكذاك سير داير هذا هو الشكل اللي تحصلت عليه نحطه في الفرن لمدة عشر دقائق على مية وثمانين دراجة بعد ما نحي وهم الفرن نرشع عليه شوية مع دنوس نقطع عرقيق شوفوا الالوان اللي تحصلت عليها هذا الطبقي شاهد الله يبارك نحي ولكوش الفوغانية نقطعوها هكذا بالموس هنا احبيت نورلكم بليليبات مجاوش نشفين نكمل ونرغمسوهم في الكامونبير واللي ذابيا واش نقولكم سيتان فريديليس هذا الطبق يستحق تجربة شوفوا ما حال يشاهد الله يبارك نكملوا الديسير بعد ما برد مليح الأبارة اللي وجدنا نخلط بالباتر ونكمل نحط عليها ثمانين غرام من كرايم شونتية نطلعها لمدة ثلاثة احت الاربع دقائق ثم نحط عليها كمية مليحة على فاني ونقوم نخلط مليح هنا تحصلت على ديسير طريطر اللي جي شوفوا القواة متاعه نعمروف لذيرا ديسير غير للنص ونزيد نحط عليه كمية حلوة طوك باش كي تاكلوا الديسير يمدلكم انقو الله يبارك من بعد نكمل نعمر بلالوش ونحاول نسق مكمل السطح غير بالمغرفة وفي الاخير نزينها بلزامون ديفيلي معجل جلان محمص بهذا الشكل يعني كل واحد يزين بواش متوفر عنده في الدار هذه هي الفيديو ديالي نهار اليوم الى الفيديو الجاي تربحوا ان شاء الله